طيب أبونا أرميه عشان يعني موضوع الحلقة عايز أسألك كيف آذى هذا المشهد في أولمبياد باريس مشاعر الأقباط الأرتوديكس تحديد هو أنا هقول لي حضرتك على حك أولاً إحنا الفكرة مش فكرة إنه هو آذى المسيحيين لسبب إحنا من وقت ما جاء السيد المسيح على الأرض وإنت عارف إن حصل اضطهادات كتيرة للمسيحيين حتى تلميذ السيد المسيح استشهدوا والكنيسة منذ وجود السيد المسيح على الأرض وهي بتواجه اضطهادات كتيرة ولكن المسيحية لما واجهت الإضطهادات ديت مش بس إضطهادات لا واجهت كمان الوسانية وعبادة الأوسان ونقديس بوليس الرسول كان واجه الأمور ديت وحصل حرب على المسيحيين بسبب السيد المسيح وحصلت يعني حروب كتيرة والتهدات كتيرة ولكن المسيحية لم تنتهي إحنا قددنا ألفين سنة لحد دلوقتي بالعكس الناس بتنمو وبتزداد فإحنا مش بيهزينا الأمر ده لكن الأمر فيه خطورة أكتر من كده يعني أنا مش باصص إن هو حاطت إن هو أزاني لا أنا عارف إن هو هيعمل كده واتعامل فينا قبل كده وواجهنا أمور أكبر من كده واجهنا الإلحاد وواجهنا الوسانية وواجهنا يمكن تاريخ روسيا يشهد بالأمر ده لكن الأمر أخطر من كده إيه هو بقى إن العالم إن فيه عدو اسمه الشيطان إبليس هو رئيس هذا العالم والسيد المسيح قال عليه كده إن هو رئيس هذا العالم ورئيس هذا العالم همه إن الناس كلها ما تعرفش ربنا وكان بيشتغل من خلال عهد القديم شفنا مدينة زي السادوم وعمورة إيه إزاي بسبب الخطايا بتاعتها وسبب بعضها عن ربنا ربنا يعني خد قرار بأن البلد دي تباد بالكامل وخرج لوط البار من واسطيهم والقصة اللي معروفة في الكتاب دي نفس القصة في القرآن تمام تمام فقد كده ربنا بيتقاذى أول من الموضوع طب مين اللي بيعمل كده مين اللي همه يضل العالم كله هو الشيطان طبعا فالنهار دا الشيطان بيلعب في العالم أو بيعمل خطته في العالم إيه هو يبعد الناس عن ربنا فحاجة من الاتنين يا إما يواجههم للألحاد ويقولك إن ما فيش ربنا يا إما يبتدي الحاجات اللي ربنا نهانا عنها زي المثلية أو زي يعني زي ما قال القديس بولس الرسول لما قال فعلينا الفحشاء ذكورا بذكور وإناس بإناس فإذن هنا الشيطان بيحاول يبعد الناس بالخطية بيضلهم والناس لي للأسف اللي هم يبتغون أباطيل كذبة يعني هما صدقوا الكذبة بتاعة إبليس إن دي حرية ولازم الناس تحترم الحرية بتاعتهم لا إحنا مش دي الحرية اللي في ربنا الحرية الحقيقية اللي هي إن أنت تبقى منضبط في حياتك مش الحرية إن أنت تدوس على الوصية وتدوس على كلام ربنا وتدوس على إن يبقى في إله ضابط للكل يعني هو اللي خالق الخليقة دي كلها فبالتالي المشهد دلوقتي إن العالم عايش في ضلال في كذبة وهم بيصدقوا الأكاذيب بتاعتهم ديت فبيضلوا عن معرفة الحق وبالتالي النهاردة لما نلاقي ناس بتقعد تنشر الأكاذيب بتاعتها من خلال لوحة بتعبر عن المفاهيم بتاعتهم ويحطوها جنب صورة العشاء الرباني ودي بنسبة لهم يقولك ده تسامح تسامح في إيه أي خلطة أي خلطة لندور بعض الظلمة يعني ما فيش في الحتة دي تسامح بالعكس إذا كان ربنا أصلا مش متسامح مع الأمر ده أنا كبشر هتسامح معك إذا كان ربنا بيقول ومال التسامح ومال السخرية من المقدسات في إيه العلاقة يعني ده في سفر اللويين يقولك اللي يمارس هذه الفحشاء موتا يموت ده قرار من ربنا فإذا كان ربنا نفسه يعني حاطت قرار بالنسبة للموضوع ده أنا إزاي أتسامح معك